اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حماد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين الدائم على الدفع بمسارات التكامل الخليجي نحو افاق ارحب من الترابط والتعاون بما يسهم في تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك وتحقيق التطلعات التي تعود بالخير والنمائي على الجميع مشيرا سموه الى همية موصلة البناء على ما تحقق على صعيد مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدفع بها قدما نحو تحقيق الاهداف المنشودة وفق رؤى اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء معالي الاستاذ جاسم محمد لبديوي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث رحب سموه بمعالي الامين العام للمجلس والوفد المرافق وتمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله واشار سموه الى همية موصلة المجلس التعاون ادواره على مختلف المستويات بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تلبية لتطلعات مواطني دول المجلس في مختلف المجالات لافتان الى دور المجلس في ترسيخ التنمية والسلام في العالم من جانبه عرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون للدول الخليج العربية عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء على ما يليه من اهتمام ودعم لتعزيز العمل الخليجي المشترك على مختلف المستويات